اشتريت أرضا وليس لي من الأهداف إلا أن أحفظ مالي أو أن أتركها لمن بعدي السؤال إذا بعت هذه الأرض بمكسب أو خسارة هل فيها زكاة وإذا كنت قد صرفت المبلغة بعد البيع في منفعة مباشرة هل فيها زكاة إذا كان قد اشترى هذه على نحو ما وصف أنه اشترىها اقتناءا قد ينتفع بها بعمار أو يتركها لمن خلفه فهذا لا زكاة فيه لأنه لا زكاة في الأرض إنما زكاة في عروض التجارة وهذه ليست من عروض التجارة إذ عروض التجارة هي ما تملكه الإنسان بنية التكسب أما ما اشترىه بنية الاقتناء ولو كان كثيرا فإنه لا زكاة فيه وبالتالي لا يجب فيه مثل هذا المال زكاة وإنما إذا باع فالثمن الذي قبضه إن دار عليه سنة وجبت زكاة وإن صرفه قبل ذلك لا زكاة فيه نعم بارك الله فيكم و السنة عليكم ترجمة نانسي قنقر